السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم هنعرف ازاي نكتب بار كود في لغة بايسون يقوم بتوليد بار كود لرقم او اي value نعطيها له ان شاء الله هنستخدم البر كود اللي هو in 13 بنعمل هنا بنفتح برنامج بايسون وبنختار new project مشروع جديد وبيقول لي هنا اكتب اسم الفولدر او البروجيكت بتاعك لو بيتم احتفاظ ودخل الفولدر فبكتب مثلا هنا generate بار كود بعد كده بضغط هنا على create بيفتح لي ال environment اللي هكتب من خلالها الكود انتظر ترجمة نانسي قنقر انتظر انتظر اللي هكتب من خلالات انتظر 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 اشتركوا في القناة احذف المين او ممكن انشئ ملف البيض مش مشكلة و بكتب هنا الكود from par code import store in 13 بلاقي هنا خط زجزاج لهم احمر تحت اضغط على install package barcode طبعا هو قال لي الموديل ده مش موجود و اداني هنا رسالة installing package ماعرفش اركب ال package فبضغط هنا على terminal وبكتب هنا اركب المكتبة install python dash barcode و اضغط مفتح لدخل enter يبدأ هنا في تركيب python barcode انتظر لما اركبها لازم الجهاز يكون متصل بالانترنت طبعا هنا اركب المكتبة بضغط اكتب برضو الامر التاني pip install pillow اضغط مفتح الادخال enter انتظر هنا ماسي حرف ال N pip install install pillow pillow اه نطلع فوق تاني هنا نقف على ال barcode نلاقي خلاص السطر اشتغل معي اه بنكتب السطر البعض احنا كده استوردنا اه مكتبة ال barcode وحنشتغل على ال code in 13 اه بعد كده هنكتب رقم اللي عايزين نكويده نعمل له جد ريتنج ال barcode نكتب ونكتب هنا بين علامات الكوتيشن مثلا 13 13 رقم 123 456 7 8 9 اه لسه كمان اربعة رقم 1 2 3 4 كده 13 رقم نكتب السطر 3 اه هقول له هستخدم الكود يساوي مثلا كود هنا هنستخدمه in 13. in 13. للرقم اللي انا قدته لك قبل كده اللي هو num. اه نزل السطف بعده. نخزن الكود. ونكتب هنا الاسم الخاص بالكود. هنكتبه مثلا new code. طبعا اسم المشروع هنا كتبته وهو generate barcode ووضعت على سطح المكتب. نضغط مفتاح التنفيذي نرن. هنا طبعا الprocess finished العملية انتهت. خلصت. طيب ها اروح لي الفولدر اللي انا اعملته على سطح المكتب. جنريد barcode. واشوف هل فيه صورة هنا. وطبعا هو حافظ الصورة اه اسي في جي. نشوفها. نروح لله هنا على سطح المكتب. نلاقي الفولدر. هنا new code. افتحه. اجد ان هو ولد ليه الكود. الbarcode هنا بالقيمة اللي انا ادتها له 13 رقم. وعمل ليه الbarcode الخاص به. طيب لو حبيت اعمل barcode بامتدات تاني. وليكن امتدات PNG هعمل ايه? هو نفس الكود ده بس هاضف هنا اكتب import from. اكتب هنا from barcode dot writer. dot writer. import استورد ليه الامج writer. استورد ليه الامج اكتب الاكتب الامج writer. ام. هنا في خانة الكود. اكترابط هنا in 13. اخد هنا كوما. دي هعدل فيها. واكتب هنا اضيف كلمة writer. يساوي. image وافتح ده بس اللي عمله ده بيعمل ايه التعدل اللي انا عملته هنا اللي هو استوريت وهنا استردمت علشان نقدر نحفظ الصورة اللي هنا نحفظها بامتداد ننفذ طبعا هكتب هنا مثلا 1 أو 2 عشان نحتفظ بالسلطين داخل الفولدر نضغط مختح التنفيذ كده ننفذ ادننا process finished اروح للفولدر الاقي هنا البر كود القديم اللي هو SVG وهنا البر كود الجديد PNG نفتح ونشوف البر كود اجد هنا البر كود الجديد بامتداد PNG ده كان بالنسبة لجنريتينج بار كود توليد البر كود باستخدام لغة بايسون طبعا هي الطريقة سهلة جدا وطبعا احنا جربنا هنا النوع من IN 13 في امتداد اخرى من انواع الاكواد ان شاء الله هنقرفها حضرتك تجرب IN 13 وممكن تجرب IN 18 و 14 اللي هو خاص بانواع الاكواد IN وفي ان شاء الله هنقص حلقة اكلم فيها عن انواع الاكواد اللي تستخدم في البر كود وزاي نقراها وزاي نتعامل معها بجميع تولز الادوات ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة